على أحد سفوح جبال الخليل أقصى جنوب الضفة الغربية المحتلة تتخذ عائلة فلسطينية من الكهوف بيوتا تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء في ظل منع الجيش الإسرائيلي لهم من تشييد منازل رغم بدائية حياتهم التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة يصر السكان على البقاء في كهوفهم لحماية أراضيهم من أن تصبح بؤرا استيطانية بالرغم من المضايقات المستمرة من المستوطنين اليهود في المنطقة نعمان حمامدة يعيش مع عائلته المكونة من ثلاثة عشر فردا في كهف لا تتعدى مساحته ثلاثون مترا مربعا في ظروف قاهرة أنا موليد الخمس ستين في هذه المغارة ومن هذا الوقت لما صار المستوطنة تان صارت حياتنا في هذه المنطقة عبث المتور تشوفوا بعينيك والعيني حطوا الجامع فوقي يدمروه وعدة ناسات أجوا وشاهدوا ولكن هم عندهم كهرباء قطرية وعندهم بعد نسبة صرف الصحي ومي وبس أسكن يوم مستوطن نحن السلطة بتحاول زيرات الشاطب ما بدهم شيئنا نعيش يعني أخرين كذلك الأمر زي ليهود ما بدهم شيئنا على الأرض يسكن إلى جوار عائلة نعمان نحو خمسة عشر عائلة ينحدرون من عائلة حمامدة في قرية صغيرة يطلق عليها اسم المفقرة وتحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاءهم من قريتهم وهدمت العديد من بيوتهم بالإضافة لمسجد القرية ويقاوم السكان تلك المحاولات بالبقاء ورفض كافة الإغراءات بالتعويض أطفال القرية لا يعرفون من التكنولوجيا سوى الهاتف المحمول والتلفاز ويتوجب عليهم التوجه سيرا على الأقدام نحو ثلاث كيلو مترات يوميا للوصول إلى المدرسة عايشين هنا دون كهرباء بدون ماء دون أي شيء يعني خلينا نعيش أجل المستوطنين وقعدوا يوروا علينا حجوار ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 95 تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق ألف وبا وجيم المنطقة ألف تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا أما المنطقة با فتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية أما المنطقة جيم فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها ترجمة نانسي قنقر